للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من موسكو مرسلنا يوسف بيجار. يوسف ضعنا أكثر في تفاصيل هذه اللقاءات. وهذه الدعوات للمضي بكين وموسكو على مسار التعاون بشكل أوسع. نعم في الواقع تصريحات وزير الخارجي الروسي سيرجيل لفروف حول العلاقات الروسية الصينية. جاءت بمناسبة مرور عشرين عاما على توقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الصين وروسيا. والتي بلغت بمستوى علاقات البلدين إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية. التي وصفها لفروف بأنه يضرب بها المثل في القرن الحادي والعشرين. العلاقات ممتازة جدا بحسب الوصف الروسي. خاصة في الشق الاقتصادي. مستوى التبادل التجاري بين بكين وموسكو بلغ 110 مليارات دولار. بحسب البيانات الصادرة من وزارة الخارجية الروسية. هناك أيضا تعاون في الشق السياسي. هو لهم بالنسبة لموسكو. تعاون وثيق على المستويات الدولية والإقليمية. وخاصة في مجلس الأمن. إلى هنا الأمور طبيعية جدا. بالنسبة لعلاقات روسية صينية. ترتكز على جانبين أساسيين. هما التبادل الاقتصادي. والتفاهم السياسي في العلاقات الدولية والإقليمية. لكن ما يره الخبراء. وما يركز عليه الخبراء. هل موسكو وبيكين تعملان تحت الطاولة. للتمهيد لشراكة وتحالف عسكري. التصدي للمخاطر الآتية من الغرب. على وجه الخصوص الناتو والولايات المتحدة الأمريكية. خاصة وأن كل من موسكو وبيكين تحت وقع العقوبات الاقتصادية. التي يفرضها البيت الابيض التي تصفها موسكو وبيكين. بأنها عقوبات غير قانونية وغير شرعية. وأنها عقوبات أحدية الجانب. هذا ما يخشاه الخبراء خاصة وأن بوتين والرئيس صيني شيجيبين. كان قبل حوالي أسبوع قد جدد هذه المعاهدة لمدة خمس سنوات. فاتحين الباب الواسع أمام شراكة استراتيجية في الشقة الاقتصادي والسياسي. وحتى تعاون عسكري التقني بحسب وصف أو تصريحات صادرة من وزير الدفاع الروسي سيرجي شيجو. إذن ما يقوله الخبراء بأن التعاون الاقتصادي والسياسي هو أمر طبيعي بين روسيا وصين. خاصة بعد توقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة بين البلدين. لكن ما يخشاه الخبراء هو عمل تحت طاولة بين روسيا وصين. لإعداد للتحالف عسكري لمواجهة الغرب والعقوبات المفروضة من الغرب. شكرا جزيلا على كل هذه المعطيات من موسكو مرسلنا يوسف بيغار.